ارتفاع كبير شهدته أسعار التجزئة للمنتجات الغدائية ذات الاستهلاك الواسع سنة 2016 حسب آخر نشرية لمصالح وزارة التجارة ومست هذه الزيادات أسعار البقول الجفة ومنتجات البقالة والحمص الذي قفز متوسط سعره إلى 240 ديناراً للكيلوغرام في 2016 هذه زيادات حسب ما يوضحه بيان الوزارة مست أيضاً العجائن الغذائية والأرز ومركز الطماطم لترتفع أسعارها ما بين 4 إلى 8% فحين تراجعت أسعار الفصولية الجفة بـ 12% وبالمقابل فإن أسعار أغلب الخضر الطازجة عرفت انخفاضاً يتراوح ما بين 4% و27% في حين ارتفعت أسعار الفواكه ارتفاعاً فحشاً فالتفاح المحلي زاد بنسبة 40% وكذلك التمور وصلت إلى 462 ديناراً وأسجلت أسعار البرتقال أيضاً زيادة بـ 41% سنة 2016 فيما قفز سعر الموز بـ 27% وبالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء فقد عرفت خلال 2016 زيادة بـ 3% بالنسبة للحوم البقر أما أسعار لحوم الغنم المحلية والدجاج فبقيت أسعارها مستقرة وبرر تقرير وزارة التجارة هذا الارتفاع في الأسعار بزيادات مست عدة منتجات مستوردة كما أن منتجات البقالة عرفت زيادة في الأسعار منذ نوفمبر 2016 وذلك قبل دخول التعديل الجديد للضريبة على القيمة المضافة حيز التنفيذ